اهلا بكم في موجهز الاخبار اعلنت وزارة الدفاع الايطالية اسقاط سفينة تابعة لها طائرة حوتية مسيرة في البحر الاحمر وذكرت الدفاع الايطالية في بيان ان سفينة دوليلو كانت في المنطقة ضمن نطاق الحفاظ على امن الملاحة والتجارة في البحر الاحمر وكدت انها اسقطت طائرة بدون طيار في اطار الدفاع المشروع عن النفس مشيرة الى انها كانت تتجه نحو السفينة الايطالية وتبعد عنها مسافة ستة كيلو مترات واشرت الى ان المسيرة كانت تتمتع بخصائص مشابهة لتلك المستخدمة في استهداف السفن في البحر الاحمر نشرت القيادة المركزية بالجيش الامريكي صورة لسفينة الشحن ربيمار التي استهدفها الحوثيون وهي غارقة تحت سطح الماء في البحر الاحمر مخدرة من مخاطر بيئية وملاحية وقالت ان ناقلة البضاعة المملوكة للمملكة المتحدة غارقت بعد اصابتها بصاروخ باليستين مضاد للسفن من قبل الحوثيين في الثامن عشر من فبراير الجاري مشيرة الى ان المياه كانت تتسلل الى سفينة ببطء منذ الهجوم غير المبرر واضافت ان نحو واحد وعشرين الف طن متر من سماد كبتيات الفوسفات والامونيوم التي كانت تحملها السفينة تمثل خطرا بيئيا في البحر الاحمر كما تمثل خطرا على السفن الاخرى التي تبحر في مسارة الشحن المزحمة عبر الممر المائي في سياق اخر طلبت وزارة النقل من المنظمة البحرية الدولية والهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن المساعدة لتلافي الاثار الناجمة من غرق السفينة البريطانية روبيمار وقال وزير النقل عبد السلام حميد ان هناك اجراءات قانونية ستقوم بها الوزارة لتفويض محام دولي للضغط على ملاك السفينة للمساعدة في التخلص من الكارثة البحرية المترتبة على غرق السفينة وفي وقت سابق حذرت الوزارة من حدوث كوارث بيئية في البحر الاحمر وباب المندب وخليج عدن جراء العمليات العسكرية التي تمارسها الميليشيات الحوثية ضد الملاحة الدولية وطالبت المجتمع الدولي والاقليمي بالقيام بمسؤولياته تجاه هذه العمليات العسكرية لحماية الملاحة الدولية الى ذلك اعلن برنامج الاغذية العالمي تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد ما يترك اكثر من ثلاثة ملايين طفل وامرأة معرضين لخطر مضاعفات سوء التغذية وقال البرنامج انه علق بالكامل برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد الوخيم والمعتذل في اليمن ابتداء من شهر يناير الماضي بسبب نقص التمويل حيث لم يحصل البرنامج سوى على ما نسبته خمسة في المائة من اجمالي المتطلبات البالغة مليار ومائتين وسبعين مليون دولار لفترة الستة الأشهر القادمة وحذر البرنامج الاممي من ان استمرار توقف هذا البرنامج سيجعل الاطفال عرضة لمخاطر سوء التغذية المزمن كما سيواجه ان جهن عواقب طويلة المدى بما في ذلك تأخر النمو توفيت امرأة واصب ابنها بجروح بليغة بسبب اشتعال حريق في منزلهم بالخوخة في محافظة الحديدة وقالت مصادر محليا المواطنين والجهات الامنية سارعت لاطفاء الحريق الذي التهم اجزاء كبيرة من المنزل وكافت محتوياته واضاف شهود عيان انهم شاهدوا مالك المنزل وهو يدخل الى منزله نحو 600 لتر من البترول كتمويل لاحدى رحلات الصيد كونه يعمل صيادا دون معرفة اسباب الحريق بهذا انتهى الموجز مشاهدين في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة